فيكتر التشكك ويكتر كمان لدى الناس الوسواس ويكتر لدى الناس كمان الاحباط ايه ده انت بتقول كل الكلام ده سببه عدم الاهتمام باللغة نعم واكيد انتوا عافين اللغة العربية دي احد اهم ثلاث لغات مستعصية على الزوال وستبقى لانها مرتبطة بكتاب مقدس لان القرآن نزل بهذا اللسان ومن غير لغة مفيش فكري سليم لان اللغة وعاء الفكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا العربية فانها تنبت العقل ويهي تاني يا سيدنا عمر وتزيدوا في المرؤة ايه ده اوه الله العربية بتزيد في المرؤة عارف العربية بتزيد في المرؤة ازاي لما اقولك ان في حاجة اسمها ان الحركة تبقى مقدرة من اجل اشتغال المحل بحركة المناسبة ما تشغلوش بالكم لكن العربية بتعلمك العربية بمجردها بتعلمك اكرام الضيف العربية بتعلمك الجمال العربية بتعلمك التخفف وعدم ومسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعاه تقولك منع من زوريها التعذر او الثقل ايه ده ده حاجة وانت بتتكلمها كده المبررات والعيلة اللي موجودة في اللغة بتخليك واسع للفكر بتخليك واسع القلب عشان كده اللغة العربية لها اهمية كبيرة في تربية اولادنا عشان مجموعة من الاسباب اول حاجة ان اللغة دي بتفاهمك الدين واللغة العربية يا لغة القرآن الكريم والسنة النبوية ف بتعلم اولادنا ايه تاني كمان بتخلي اللغة العربية مهمة اللغة العربية كمان بتنشر الفكر وتخلي التفكير الإنساني تفكير راقي وكل ما الإنسان يفهم اللغة العربية كل ما قيمه وأخلاقه بتزيد وكل ما أخلاقه ولغته بتنتعش السبب الثاني كمان اللي بيخلي اللغة العربية بهذه الأمية إن اللغة العربية بتولد القيم لدى الإنسان وتخلي الإنسان عظيم القيم وقيمه متسعة إذن أنت بتكلمنا عن حاجة أكبر بكتير من فكرة إن الواحد يعرف يتكلم لغة في المسجد لا إن الواحد يعرف يعيش حقيقته اللغة العربية هي حقيقتنا حقيقتنا اللي هي بتنمحي بتنمحي مع المحاق الأرض أنا معرفش إزاي جلء الهام لما الراجل قال هذا الكلام الجميل الأرض بتتكلم عربي عارف الأرض بتتكلم عربي ليه؟ لأن الأرض واللغة عرض واللي بيفرد في لغته بيفرد في أرضه بيفرد في عرضه ولذلك أيسر وأفضل الطريقة نمتن بيها إن إحنا لأولادنا إن إحنا نربيهم على حب الله وحب القيم وبيتعلم اللغة العربية طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ وإيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها عشان نقدر نوصل لإن إحنا نعيش بالهوية بتاعتنا ونقدر نعيش بهذا الجمال الموجود في اللغة العربية لأن اللغة العربية مش بس للإسراء الفكري والإحترام الزات والكل ده اللغة العربية أوسع بكتير من ده تعالوا نتكلم عن حقيقة مهمة جدا 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 بتخلينا لين نتعلم اللغة العربية؟ إحنا عايزين نتعلم اللغة العربية عشان نفضل موجودين في الحياة خلي بالكم في حاجة في حاجة ناس كتير أسسولها عشان يبقى العقل الأبيض عارف أنت زي الجنس الأبيض كده والجنس الأريو الجنس الأزرق والموجود كان فيه خمس حاجات قالوا لازم يتخلصوا منها إيه هي؟ اللغة ثم الثقافة ثم بعد كده الدين ثم الأسرة ثم الدولة